فهل جزاو الإحسان إلا الإحسان؟ يبقى الشخص اللي بينعزل بيدخل في دوامة أنا بسميها دوامة الدوائر المتتالية من ظلمة النفس أول دوامة هي دوامة إيه؟ أول الدوامة بتحصل له هي دوامة إيه؟ دوامة أني أنا لا أشبه الناس وفيه فرق كبير جداً جداً أننا ربنا منّ علي بنعمة وأنني لا أشبه هؤلاء الناس دي الدوامة الأولى بعد الدوامة الأولى يروح داخل في الدوامة التانية إيه الدوامة التانية؟ الناس لا يفهموني ولذلك يقع علي أزاه دي الدوامة التالتة الدوامة التالتة هي أي بقى؟ أن الوحدة خير لي من عشرة الناس أعوذ بالله؟ الدوامات دي لما تفضل تشتغل في الإنسان تخليه تملي الظلمة طب نعمل إيه عشان نعمل ده؟ خلي بالك لبينعزل الناس أنا آسف يعني هل ده بيخليه بريء من الكبر؟ هل ده بيخليه بريء من زم الناس؟ وتجاوز أعراض الناس؟ يعني الشخص المنعزل دولا لأن الناس وحشين مين؟ مين؟ إحنا عندنا مليارات من الناس إنت عملت كم واحد؟ سبعين؟ خمسين؟ وهل الحياة فيها الخمسين أو السبعين دول؟ فتعميم المواقف السلبية والتعميم ده على الناس ده من سواد النفس فيه أبجاديات كده أنا بسميها أبجاديات التلاشي النفسي دي اللي بتخلص بتكسر يا بنا آدم زي أبجاديات إيه؟ المخاوف وأبجاديات إيه؟ فقدان الثقة وأبجاديات إيه؟ الفقد وأبجاديات تعميم المواقف السلبية وأبجاديات الصراع والانتقام وأبجاديات التمحور حول الزاد تخيل الستة دولة كلهم موجودين في الإيه؟ في الانعزال والاعتزال يعني أنت بتجيب بتصف في السواد وتعيش به في الانعزال ولما تدخل الانعزال تحس أن أنت بتطفي يبقى الانعزال لما بينعزل ولا يعتزل بيتطفي عارف إيه؟ يعني إيه بيتطفي؟ أوها تفتكر أن أنت لما بتطفي أنت بترجع للحكمة أنت لما بتطفي بيتطفي فيك حاجة مهمة جدا الإحساس بالنعمة وتحس أن أنت أنت صغير وحياتك في الانعزال ده اللي على قد حياتك أنت بتكذب على نفسك ونفسك الأمر بالسوق بتخدعك ولزاك أنت لازم تخلص من ده لازم تخلص من ده ليه؟ عشان وإن تعود نعمة الله لا تحصوها لازم تتخلص من ده ليه؟ عشان وإن شكرتم لأزيد أنكم لازم تتخلص من ده ليه؟ أو من كان ميتا فأحيناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس آه يعني النور عشان تحس بنور ربنا وبنعمة ربنا لازم ترى النور في الناس وتستطيع أن أنت تخرج أحسن ما في الناس ترجمة نانسي قنقر